بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك عني الوقان ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتور سوسا ناجي التميمي وهذه قناتي إذا لم تكنوا مشتركين في القناة أرجال اشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد طبعا في هذا الفيديو سأجيب على بعض التساؤلات التي وردتني بسبب الفيديو السابق الذي تحدثت فيه يعني باختصار شديد عن رأيي بتطعيم من أصيبه بالكورونا فيروس يعني أشخاص يكون هذا الشخص أصيب قبل أسابيع أو قبل شهر أو شهرين ويطلب منه لأنه يعني كما تحدث في الفيديو السابق أنه صار بطريقة لا مباشرة صار التلقيح ضد كورونا إجباري ولو كما ذكرت لشريحة كبيرة في المجتمع يعني هناك ناس كثيرين يحتاجون أمور كثيرة هذه الأمور صارت مقيدة باللقاح ضد كورونا يا تأتي بشهادة التطعيمات يا لا تحصل على الشيء الذي تريده بالتالي هذه تعتبر يعني شيء صريح بالإجبار طيب أنا لم أعترض على التلقيح ولكن اعتراضي على تلقيح أو تطعيم الأشخاص المصابين على الأقل خلال يعني ستة أشهر خلال سنة من إصابتهم يعني كيف أنا أصاب يعني كثير من الناس الذين سيستمعون هذا الفيديو سيكون تعرض أحدهم لهذا الموقف يعني يكون أصيب خلال أسابيع أو خلال شهر أو شهرين ويذهب ويطلب منه أنه لا بد أن أنت تأتي بشهادة التطعيم يقول لهم أنا أصبت يقول لهم ما فيه طالما أنت لم تطعم إذن لا تحصل لا تجديد إقامات ولا سفريات ولا شغل في مستشفيات يعني هذا الشيء ما ينفع لماذا اعتراضي أنا أنا لا أعترض على التطعيم أنا لا أستطيع التطعيم لكن أنا تحدثت أنه الآن أنت أصبت بالفيروس نفسه بالفيروس أصبت بالفيروس طيب أنت عندما أصبت بالفيروس الآن لماذا يريدون التطعيم إذا كان الفيروس نفسه لم يوفر مناعة لم يوفر مناعة فكيف للتطعيم أن يوفر مناعة كيف للتطعيم أن يوفر مناعة أنت لم تعترف بمناعة الفيروس لأسابيع أو لأشهر أنت غير متربه إذا كان أصلا يعني علميا المدة التي يوفرها يعني الإصابة توفرها الإصابة بكورونا مدة المناعة التي ستحصل عليها بعد الإصابة بكورونا إلى حد الآن سؤال مفتوح إلى حد الآن لا يوجد يعني يعني رأي واحد أنه كم المدة التي ستحصل خلالها على المناعة ضد هذا الفيروس كانوا يقولون ثلاثة أشهر بعدها ستة أشهر بعدها ثمانية أشهر الآن يقال سنة حول السنة إذن طيب أنا عندما أصبت يجب أن الإصابة هذه على الأقل تعترف بالمناعاني مدة سنة أما أنه أصابنا يعني في هذا الشهر تأتي تريد أن تلقحني تريد أن تطعمني يعني هذا شيء غير منطقي شيء غير منطقي لأنه عدم يعني عدم اعترافك بإصابة بالفيروس يعني تعني عدم اعترافك باللقاح نفسه اللقاح كما ذكرت عبارة عن أجزاء صغيرة عبارة عن من الفيروس ليست الفيروس بالكامل بينما الإصابة هي إصابة كاملة بالفيروس بالذات الأشخاص الذين يعني كان عندهم أعراض وليس فقط مجرد أنه طلع يعني بالذات الأشخاص الذين صار عندهم أعراض هنا معناته أنه صارت إصابة وتعاملت مناعة الجسم هذا الشخص المصاب ضد الفيروس وبالتالي لا بد أنه هذه الإصابة قد وفرت مناعة ضد الفيروس طيب ستقولون بعض الأشخاص الذين أصيبوا أصيبوا من جديد يعني أصيبوا مجددا بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر أي أن كانت المدة أريد أن أقول لكم كذلك الذين طعموا كذلك أصيبوا طيب هناك يعني الآن يعني فرضيات واقتراحات أنه مثلا يقولون بأنه علماء المناعة علماء المناعة يقولون أنه ممكن أنه الفاكسين أو هذا التطعيم ممكن أن يعمل مناعة أكثر من يعني الإنفكشن ذات نفسها الإصابة ذات نفسها لأنهم يقترحون يقترحون أنه الفيروس ممكن أنه أثناء الإصابة هذه فرضيات هذه ليست ليست يعني كلام صحيح مئة بالمئة لا هذه اقتراحات اقتراحات مبنية على عودة الإصابة مبنية على ملاحظات ولكنها ليست كلام قاطع حتى لو قرأت حتى لو قرأت في المقالات ستجد أن المقالات ستجد أنه يقول ممكن 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 لا لا يأتي بأمر قطعي أبدا فيقولون أنه يعني الفيروس ممكن من أحد آلياته أنه عندما يصيب الشخص يعمل تثبيت يعمل تثبيت للخلايا التي تخزن التي تكون فيها الذاكرة التي تكون فيها الذاكرة للإصابة فمن أحد آليات الفيروس هذا أنه يعمل تثبيت بينما بالفاكسين هذا لن يكون هناك ماذا لن يكون هناك تثبيت للخلايا هذه التي تكون مسؤولة عن تذكر المرض وبالتالي الهجوم على المرض والتعامل معه عند الإصابة مجددا هذه مجرد ماذا هذه مجرد فرضيات نفس هؤلاء العلماء نفس هؤلاء العلماء الأمينولوجست تمام الحائزين على جائزة نوبل وغيره نفس هؤلاء العلماء ماذا يقولون لك يقولون لك إن الإصابة بهذا الفيروس ممكن أن تمتد لما حول السنة أحيان يقول سنة أو أقل وبعض العلماء يقول سنة هؤلاء الأمينولوجست ليس كلامي أنا وبإمكانكم مراجعة للمقالات العلمية أنا لن أحددها لكم بإمكانكم أنتم رجوعوا للمقالات العلمية مقالات علمية يعني تابعة لهؤلاء العلماء تقول بهذا الكلام الذي أقوله بالتالي بأي يعني بأي حق يتم إجبار الناس إنه أنا أخذ التطعيم وأنا لسه أنصبت قبل أسبوعين أو قبل شهر قبل شهرين بأي حق أنا أجبر إنه أنا أخذ التطعيم وأنا لسه خارج من إصابة أصلا لا لا يعقل هذا الموضوع بالتالي أنا اعتراضي إنه الشخص الذي أصيب على الأقل يعني بإمكان أن نعتبرها مثلا مثلا إنفلونزا يعني دائما كل سنة يأخذ لقاح كل سنة إذن هذا اللقاح ممكن أن يكون سنوي طيب وهو حتى اللقاح الآن لم يبت في أمره طيب بعض اللقاحات مثلا تحتاج عدة جرع بعض اللقاحات مثلا كل خامس سنة تحتاج دوز طيب لكن إنه أنا انصبت بالمرض بعد إصابتي بالمرض لابد إنه آخذ المطعوم هل يعقل هذا الكلام يعني يأتوا أحيانا ويقولون بأنه مثلا الفيروس هذا ممكن ما يعمل مناعة ولكن هذا الناس الذين يقولون كما أخبرتكم في الفيديو السابق كيف الإصابة لم تعمل لك مناعة بينما الفكسين سيعمل لك مناعة والفكسين عبارة عن ماذا الفكسينات بشكل عام يعني المطاعيم بعضها أجزاء من الفيروس بعضها فيروسات مضعفة بعضها يعني ميتة بعضها إذن طيب كيف يكون الفيروس أقوى من يعني يحفز المناعة أقوى من الإصابة يعني كيف ممكن للتطعيم أو المطعوم أنه يحفز مناعتك أكثر من الإصابة بعضهم ذكر مثلا الهيومان بابلوما فيروس طيب الهيومان بابلوما فيروس هذا الفيروس أصلا يعني هم يعني قالوا بأن الفيروس هذا الفكسين أقوى من الفيروس بإنتاج ماذا بإنتاج المناعة طيب بنفس المقال يذكر لك ويقول لك لأنه الهيومان بابلوما فيروس يكون يعني تحت يعني يعني ليس ليس هناك هجمة ليس هناك إصابة إنما هو تحت الأغشية المخاطية وهكذا يعني كأنه فيروس كامل بالتالي أكيد أنا معك كيف سيعمل مناعة وهو أصلا يعني فيروس مختفئ يعني مختبئ كيف سيعمل مناعة لكن هذه إصابة هذه إصابة يعني أغلبية الناس الذي أتحدث عنهم كان لديهم إصابة وكان لديهم أعراض ليسوا فقط مجرد يعني عمل البي سي آر وطلع بوزيتب لا يعني أصيبوا إصابات وتم متابعتهم كيف لهؤلاء الأشخاص فيقول لك إنه عندما يلقح الشخص ضد الهيومان باللومافيروس تنشأ مناعة لأنه أصلا سيتم حقنا المريض بالعضلة وبالتالي سينتشر اللقاح في كل الجسم بعد ذلك تتعرف نعم أنا معهم في هذا الكلام يعني أنا لن أعارض وكل إنسان يعني نحن لدينا عقول يعني هم علماء وهم لديهم الإمكانيات وهم لديهم ولكن نحن كذلك لدينا المنطق ولدينا العلم العلم متاح للجميع ليس يعني مثلا فلان الفلاني سيفكر أفضل مني كلنا لدينا عقول أن تطرح ما يعني تطرح اقتناعاتك وتطرح قناعاتك وتطرح علمك وأنا يجب عليه أنه لا أنصع هكذا يعني مثل الأعمى وكما أخبرتكم أنه أنفسهم هؤلاء العلماء يقولون لكم بأنه الإصابة بفيروس كورونا سوف تمنحكم يعني مناعة ممكن تصل إلى السنة مناعة ممكن تصل إلى ماذا إلى السنة بالتالي بأي حق أنا أجبر أنه أخذ المطعوم وأنا أصدت قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربع أشهر لماذا أجبر أن أخذ المطعوم ونحن نعلم يعني مثلما الإصابة خطرة كذلك المطعوم ممكن أن يحمل ولو حتى احتمالية واحد بالمليون لماذا أعرض نفسي باحتمالية واحد بالمليون وأنا أصلا يعني وانا أصلا لدي إميونيتي لدي مناعة ضد هذا الفيروس أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة وأتمنى أن يصل هذا الفيديو لمثل ما ذكرت بالفيديو السابق لأصحاب القرار حتى لا يجبرون لا يجبرون على تلقي التطعيمات نحن لسنا بحاجتها يعني لابد أن يكون هناك تفريق الشخص المصاب مثبت أنه مصاب هذا خلال فترة كذا كذا لا يعتى تطعيم يعتبر كأنه شخص مطعم لا داعي لتطعيمه بينما الشخص الذي لم يصاب أوكي نعم سأطعمه وهناك حالات مش أي شخص الطعم على بد من تزويد مراكز أنا كثير من المرضى يأتون من مراكز التطعيم ويسألونني هل أنا يجب أنه أخذ التطعيم أو لا أخذ التطعيم هذه المراكز يجب أن تكون مزودة بمعلومات معلومات عن مريض فلان فلان يأخذ مريض فلان فلان وهكذا المريض المعين لا يأخذ ولا يأخذ الناس يعني كثير من الأشخاص الذين أخذوا المطعوم كثير منهم مثلا أصيبوا بنزب الدماغ وبعضهم جلطات دماغية طيب يأتي شخص وضغطه بالسماء يقول لي يا دكتورة أنا أجبرت اليوم أني أخذ التطعيم هل أخذ التطعيم أو لا ضغطه يعني ضغط مرتفع جدا طيب أنت ما تضمن ما تضمن الذي يصل لهذا المريض بالتالي هذه المراكز لازم تزود يا يكون هناك طبيب مشرف عارف يعني لديه كل المعلومات حول هذا التطعيم وان الشخص المناسب أن يأخذ والشخص الذي يعني حالته على الأقل في ذلك الوقت غير مناسب أن يأخذ التطعيم يعمل يكتب له ورقة رسالة للمكان الذي تم إرساله منه حيث أنه أجبر على أخذ التطعيم ما ينفع يعني أنه تأتي مثلا قرارات من أماكن يعني جهة معينة ونحن يعني هكذا ننصاع نحن كذلك لدينا عقولنا نحن لدينا عقل لدينا فكر لدينا منطق ولنا الحق في النقاش ولنا الحق في الأخذ ولنا الحق في أن أرد وأناقش وأفهم المعلومة كاملة ومن ثم أقبلها أو لا أقبلها بالذات في أمور مثل يعني بهذا الشكل أتمنى أنه يعني أن أي أحد يسمع لهذا الفيديو أن لا ينسى وضع لايك إذا أعجبه هذا الفيديو لأنه كل ما وضعت لايك للفيديو كل ما انتشر وأنا أريد بالذات هذا الفيديو أن ينتشر حتى يعني لعل وعسى يصل إلى أصحاب القرار ويقوم بإيقاف هذا الإجبار الذي لا مبرر له وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر